بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلا نوع ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلا نوع الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله كبيرة وعصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اللهم سل على محمد اللهم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد سلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيلا سبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم سل على محمد والله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وهان الله بكرة وأكيلا وسبحان الله بكرة وأكيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مخرة وعصينا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله مثل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو الكبير الذي عنت الوجوه لكبريائه وعظمته الله أكبر وهو الحي القيوم الذي دبر الكائنات بحكمته الله أكبر وهو القادر الذي أبدع الموجودات وعمها بإحسانه ورحمته الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم بعد إكمال صيامهم ويتكرر وواصل لهم مواسم الخيرات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر أحمده وهو أحق أن يحمد ويسكر وأشهد أن لا إله إلا الله جعل في تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب وأشهد أن محمد عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحافزين لخدود الله العاملين بأحكام الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفزع الأكبر أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله جماع الخيرات وحصون البركات ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا ضاطن إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه وما من شر عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا ظاطن إلا والتقوى هرز منه هي وصية الله للأولين والآخرين معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابا أمة الصيام والقيام اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام وأن يتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال فإنه تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أمة الصيام والقيام شرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمة رجالا ونساء قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقعت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فقبدوا جوائزكم فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رخالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة في هذا اليوم يتجل الله على المخلصين بمزيد من الإنعام ينظر فيه سبحانه إلى أهل الصدق والإخلاص والوفاء والمودة والمحبة ينظر فيه إلى التائبين توبة نصوها المراقبين في السر والعلانية ربهم راجين رحمة الخائفين من عقوبتي أما الذي يهنأ بالعيد فهو ذلك الذي استقام في رمضان وبعد رمضان ولم يعدل عن الطريق الأقوم والصراط الأعدل ولم يلعب به الشيطان فيصرفه إلى اللهو والعبث ونسيان حقوق الرحمن إن الذي يفرح بالعيد هو الذي يسعد قلوب اليتامى ويساعد الأرامل والمساكين وأبناء السبيل بالصدقة والإحسان أولئك هم أهل الصد أهل الصد إن أرادوا وجه الله قلوبهم مملوئة بالتقوى عامرة بالإيمان والهدى إخوة الإيمان تذكروا بجمعكم هذا يوم الجمع الأكبر حين تقومون يوم القيامة من قبوركم لرب العالمين هافية أقدامكم عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانت essential قد قول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقه في الدين كوني على جو را هيني لكاك جومينا ني على جو راك جومي كانوني لكاك جونتو تيلا كابا ترمسيري من الميما على بدينة داتي لا مغماتي لا مغم كيف يكي على برمغير عبكي الله ببطو بغي عبكي Chesri بغي ومغماتي لا كده كأيادا كفا ما يعدان قليل برما مغماتي تعمقوم عبي يورجانا كير منا كبى نكلم عما جيني كو ني عبطو لسراوي عبي Chesri سيكو جم عربي لجلان قولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عندما يأتي بمقر الاستشافهر للغاية كل الناس في السنة سيحصلون لغاية dans ce monde bas et dans l'au-delà car celui qui a la satisfaction d'Allah n'a besoin de la satisfaction de personne d'autre tous les gens bien qui vivent sur terre trouveront leur satisfaction dans la satisfaction d'Allah tous les gens que Dieu aime femmes et hommes trouveront leur satisfaction dans la satisfaction d'Allah mais tous les gens que Dieu rejette femmes et hommes ne seront jamais satisfaits de quelqu'un dont Dieu est satisfait mais rassurez-vous les croyants celui qui a Dieu ne manque de rien celui qui est avec Dieu n'est pas seul celui qui a Dieu a l'essentiel celui qui a Dieu a tout car Dieu seul vous suffit vous êtes avec le monde entier mais Dieu est contre vous avez-vous gagné ? vous avez perdu le monde entier est contre vous mais Dieu est avec vous avez-vous perdu ? vous n'avez rien perdu et vous ne perdrez absolument rien car celui qui a Dieu ne manque de rien mes chers frères en islam mes chers chers en islam vous venez de traverser une grande période d'adoration de votre Seigneur qui était le Ramadan le Ramadan le Ramadan a réfermé ses portes depuis hier le rideau est tombé sur le Ramadan depuis hier le Ramadan vous a tourné le dos avec ses lots de bienfaisance avec ses lots de récompense avec ses lots d'exhaustion de vos prières d'acceptation de vos bonnes gèbres avec ses lots des grandes récompenses distribuées par votre Seigneur comme si sa générosité n'a jamais atteint cette proportion depuis qu'il a créé les sept cieux et la terre car le Ramadan Dieu l'a donné à la Ummah du prophète Mohamed paix et salue sur lui pour être la plus grande opportunité qui soit sur terre pour que la Ummah du prophète Mohamed paix et salue sur lui multiplie les bonnes oeuvres afin de gagner des très grandes récompenses aujourd'hui l'heure du bilan a sonné Dieu vous a appelé à jeûner le jour pour lui vous avez jeûné le jour vous êtes privé de boire vous êtes privé de manger vous êtes privé de tout ce qui fâche Dieu pendant le Ramadan Dieu vous a appelé à veiller la nuit pour lui vous avez veillé des nuits pour lui vous êtes privé de plusieurs nuits de sommeil pour lui Dieu l'a vu et Dieu en a pris acte pendant le Ramadan vous avez été généreux pour Dieu vous avez ouvert vos deux bras à l'endroit de vos co-religionnaires vous avez assisté vous avez assisté les pauvres vous avez assisté les malades vous avez assisté les orphelins grâce à votre aide beaucoup de familles pauvres n'ont pas connu la pauvreté pendant le Ramadan grâce à votre soutien beaucoup d'enfants orphelins ont oublié un moment l'absence de leur génitaire qui est leur père c'est la grâce à votre action mes chers frères mes chers sœurs Dieu saura vous donner la meilleure récompense à la suite de vos efforts rassurez-vous l'essentiel pour nous aujourd'hui c'est de continuer à prier Dieu pour qu'il accepte nos bonnes œuvres l'essentiel pour nous aujourd'hui c'est de continuer à prier Dieu pour qu'il agrée nos invocations pour qu'il agrée nos implorations pour qu'il pardonne nos péchés pour que Dieu dans sa miséricorde nous arrose de sa très grande miséricorde continuons à prier le bon Dieu lui qui nous a montré le ramadan de cette année dans la santé dans la sérénité dans la paix dans la communion qu'Allah exauce toutes nos prières pendant ce ramadan qu'Allah exauce toutes nos invocations pendant ce ramadan qu'Allah nous ouvre grandement les vues portes du paradis au terme du jeûne de ce ramadan qu'Allah nous éloigne définitivement de l'enfer qu'Allah nous éloigne définitivement du châtiment de l'enfer qu'Allah nous éloigne définitivement des stratagènes du Satan qu'Allah nous éloigne définitivement des complots du Satan qu'Allah fasse que pendant le reste du temps qu'il nous reste à vivre chacun de nous que cela soit dans la crainte d'Allah dans l'adoration à Allah dans la soumission à Allah dans la prière dans la lecture du Coran dans la bienfaisance dans tous les compartiments de la vie si les choses se passent qu'Allah renforce qu'Allah renforce la solidarité entre les musulmans qu'Allah apaise les esprits qu'Allah réconcilie les musulmans avec eux-mêmes qu'il est le créateur qui est le Seigneur de tous les musulmans qu'Allah nous accorde une bonne finalité dans cette vie m'a de la vie m'a de l'am par à la vie m'a de la vie ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد أمة الصيام والقيام اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام حيث هداكم إلي وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس فقوموا بواجباته وتجنبوا ما يخالفه ويناقضه أو ينقسه وتمسكوا بمسكوا من المفلحين وإنه لا تبتغوا ديناً غيره فتكونوا من الهالكين ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجنين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وغمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبارضك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذر من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعيد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعيد علينا رمضان أعواماً متتالية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعل خير أعمالنا أواخرها وجعل خير أعمارنا خواتمها وجعل خير أيامنا يومنا القاة يومنا القاة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين وأنت راضٍ عنا غير غدبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل سيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا برحمتك الواسع يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا ممن هزه في السيام الجور والعتش يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك الواسع يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا ممن أؤدقت رقابهم من النار برحمتك الواسع يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم سلم الزوار والمؤتمرين اللهم سلمهم وأعذهم إلى بلدهم سالمين غانمين مأجورين غير مأذورين برحمتك الواسع يا أرحم الراحمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يعث الله تعالى ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا ونستغفره ينتظف نيداو والأ passages أحضرنا جباطك جباطك سنوات أنها مجدوده، سنوات الليلة لفيتر. إليه الظاهرة سنوات مجدوده، سنوات وأطفاله، سنوات مجدوده، سنوات ليس للمشابة، سنوات تنوات الطاقة في القرن، سنوات أطفاله، من الجن فيه من من تقصده من 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 منوحول الذين لوححانهم من من منوحول الناس من 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 طلبهم من 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 بسديد خدق بنطلع الأغلبيةية. لذلك تسonnار شئول gerçekten من Trendo. لذلك تسان بليم الحلول نج PEACE Latin في tuhالكل اويب البعراسة cancell باليوم. لذلك تقاوس في صوت رShowات الرحمسة الأماكن، الذين امز حينيسيون في صباحات الشرائعة الذين امزحون في صباحات الشباب الذين امزحون المسلمين سيطرقهم في حيث يومين الذين يدعمون في صباحات الشباب السلامة التي تتعرف لفرقها الطاقة المسلمات لتقوم باستخدام المسلمين لتعرفة المسلمات التي توجد فيها المسلمين في مرة أخرى تنظر على طريقة للحقل الإنسان على المغربين في الشيئ المسلمية لم يكن أنة لمقترع هذا الغد من كل هذين اليوم هذه الفييتة سمولة أدب براجع سمولة جنة للمتابعة للمتابعة فيايين هذه الفيتة سمولة أيضا لحدة للمسير hoy سعدة الإعطار pour qu'ils savourent leur satisfaction pour qu'ils savourent leur joie car Dieu leur a promis le paradis et Dieu tiendra sa parole Dieu leur a promis de éviter l'enfer Dieu tiendra sa parole nous profitons de cette grande miséricorde qui nous est ouverte dans la magnanimité du bon Dieu pour continuer à prier pour la paix dans notre pays qu'elle renforce la paix dans notre pays qu'elle renforce l'unité de nos concitoyens qu'elle nous éloigne la discorde qu'elle fasse que notre pays vive dans la paix et que notre pays prenne le chemin de ses ambitions et de ses préoccupations et cela pour le bonheur des Maliens nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agriyé toutes nos demandes cela va sallallahu ala seyyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alameen il n'aura pas salandahu alawal consolido au roi qui sallama hama que sa Unfree qu'il faut que la disease à Paul chary il est détruit ses visions et se voit qu'alama il s'étend dans le kilo je suis le추 اشتركوا في القناة بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أياه بلال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أياه بلال